بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه ربنا سبحانه وتعالى رحيم ومن رحمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل لهم كنوزا كثيرة وأجرا عظيما في عبادات يسيرة سهلة هي عبادات يسيرة وسهلة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه وعلى من وفقه الله عز وجل إليها في هذا اللقاء عبادة فيها كنوز عظيمة لا يدركها كل أحد عبادة يسيرة سهلة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل شيء يأتيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير هو نعمة هو فضل من الله عز وجل هذه العبادة هي الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بعض الناس ظنها سهلة يسيرة أو ليس لها أجر عظيم وفضل كبير عند الله عز وجل مع أن الأمر على خلاف ذلك نذكر من هذه الفضائل التي وردت في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لكفاية الهموم ومغفرة الذنوب سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه كان يكثر من الصلاة ومن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكثر من الصلاة والسلام عليك فماذا أجعل لك من صلاتي؟ يعني يكثر من الدعاء فيريد أن يجعل جزءا من هذا الدعاء دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال يا رسول الله الربع يعني أجعل لك ربع صلاتي وربع دعائي صلاة عليك يا رسول الله قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت فالشطر يعني النصف يا رسول الله قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين يعني أجعل ثلثي دعائي وصلاتي لك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك هنا قال أبي بن كعب رضي الله عنه إذن أجعل لك صلاتي كلها صلاة عليك يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك ويغفر ذنبك بسبب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس لو علم أن أحدا يريد أن يذهب لأداء مناسك الحج أو مناسك العمرة بفطرته وطبيعته يقول له كما نسمع بلغ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم هي بلاغ لسلامك إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاتك هذه تبلغه عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بقبري ملكا معه أسماء الخلائق ملك كل وظيفته وكل شغله أنه يقف عند قبر سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فما من أحد يصلي علي إلا قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام تمتخيل إنك تذكر باسمك وباسم أبيك عند سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تكون معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاتك وسلامك عليه صلى الله عليه وسلم أمر له فضل كبير وفضل عظيم بعض الناس من بخلهم ومن جفائهم بسيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا سمعوا اسمه فلا يصلون ولا يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما نرى بعض الناس حينما يكتبون شيئا فبدلا من أن يكتبوا صلى الله عليه وسلم يضعون حرف الصاد بين قوسين وهذا والله جفاء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كما يقال من الصدقات الجارية إنك كتبت كلمة صلى الله عليه وسلم فتخيل كل ما يقرأها أحد بسبب كتابتك فأنت أخذت ثوابا مثل ثوابه لا ينقص من أجلك ولا من أجره أي شيء فيها فضل كبير كما قلنا من فضائلها أن الله عز وجل يكتب لك بصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر حسنات ويحط عنك ويغفر لك عشر سيئات وترفع في الجنة عشر درجات كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر يعني كنوز بهذه الكثرة وبهذه الكيفية وأجر عظيم أعده الله عز وجل لمن حافظ ووضب على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بن الجوزي عليه رحمة الله يقول اعلم يرحمك الله أن الصلاة على النبي لها عشر كرامات لها عشر فضائل الأولى الصلاة من الملك الجبار الثانية شفاعة النبي المختار الثالثة موافقة الملائكة الأبرار الرابعة مخالفة المنافقين والفجار الخامسة تنوير الظواهر والأسرار السادسة قضاء الحوائج والأوطار السابعة محو الخطايا والذنوب والأوزار الثامنة الجنة دار الراحة والقرار التاسعة النجاة من عذاب دار البوار العاشرة والأخيرة السلام من العزيز الغفار فصلوا وسلموا على النبي المختار صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته